النشر الرياضي المفصلة من الميادين السلام عليكم بعد اتهامات صحيفة سندي تايمز للقطري محمد بن همان بدفع خمسة ملايين دولار أمريكي لدعم ملف مونديال قطر 2022 رئيس لجنة التحقيق التابعة لفيفا يلتقي في مسقط مسؤولي اللجنة المنظمة للمونديال الخليجي نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر موثوق بأن المحاقق مايكل جارسية التقى أربعة مسؤولين في إطار تحقيقات يجريها بشأن رشوة تحقيق جارسية حول صدافة مونديالي 2018 في روسيا و2022 في قطر سينتهي في التاسع من حزيران يونيو وسيعرضه على غرفة التحكيم بعد نحو ستة أسابيع أي بعد نهائي المونديال بخطة ثابتة يسير منتخب الجزائر نحو البرازيل بعدما اكتسح أرمينيا وديا بثلاثة أهداف لواحد حقق فوزه الثاني على التوالي أمام رومانيا مدينة جونيفا سويسرية استضافت اللقاء الودي ممثل العرب الوحيد في المونديال لم يحتاج إلى أكثر من 22 دقيقة كي يهز الشباك الرومانية بهدف نبيل بن طالب استوعب لعبوا رومانيا الفورة الجزائرية فعدلوا النتيجة بعد ست دقائق شن الجزائريون هجمات محكمة في ربع الساعة الأخيرة من المباراة فانتهت بتسجيل هدف الفوز لهلال سوداني الجزائر ستخوض اللقاء الأول في البرازيل يوم السبع عشر من الشهر الحالي أمام بلجيكا مع اقتراب المونديال تطفو إلى السطح مجددا شعوذات المنجمين وأخبار السحرة ساحر غاني يدعي تسببه بإصابة كريستيانو رونالدو وبعدم قدرة الطب على معالجته الساحر باحى لموقع أول سبورتس الغني باستعانته بجثث أربعة كلاب لتنفيذ نوع من السحر الأسود وبحسب الرجل فإن غياب الدون عن المونديال محسوم ليس لأسباب طبية بل بفعل التعويذ وقبل أسبوع واحد من انطلاقة المونديال عمال المترو في مدينة سوباولو يدخلون في إضراب مفتوح للضغط على السلطات خطوة الموظفين جاءت بعد فشل المفاوضات على الرواتب مع الإدارة المحلية رفض عشرة ألاف عامل عرضا لزيادة الرواتب بنسبة 7.8% وأصر على الحصول على 16.5% مترو سوباولو يشكل وسيلة المواصلات الرئيسية في البرازيل تحتاجه الجماهير للوصول إلى ملعب كورينثيينز حيث ستقام احتفالات افتتاح كأس العالم فضلا عن ست مباريات من أصل 64 منتخب روسيا يطمح لاستعادة أمجاد الحقبة السوفيتية في مونديال لبرازيل منتخب الدبابا يعود للمشاركة بصبغة إيطالية أضافها الداهية كابيلو وبراعة نجوم الدوري المحلي بقيادة كيرياكوف لم تحرز روسيا وقبلها الاتحاد السوفيتي لقب كأس العالم في تاريخها كانت أفضل نتائجها بلوغ نصف نهائي 66 فخسر تمام ألمانيا الغربية عندما كان في صفوفها العنكبوت الأسود ليفياشين أحد أفضل الحراسي في التاريخ كما بلغت بطلة أوروبا 60 ربع نهائي المونديال ثلاث مرات في السويد 58 وتشيلي 62 والمكسيك 70 عانت روسيا في النسخ الماضي في الحدث العالمي خرجت من الدور الأول في 94 على رغم من الخماسية التاريخية لأوليك سالينكو في مرمى الكاميرون كما خرجت من الدور عينه في 2002 وغابت عن النسختين الماضيتين في ألمانيا وجنوب أفريقيا الاتحاد الروسي تعقد قبل سنتين مع الإيطالي المحنك فابيو كابيلو لتصويب السفينة لم تكن مرشحة يوما لتصدر مجموعة تضم البرتغال كريستيانو رونالدو في التصفيات لكن لاعبي كابيلو مدرب إنجلترا السابق الذي استبعد المهاجم أندري أرشافين كشفوا عن نواياهم وتسلقوا الترتيب بفوزهم على البرتغال في موسكو بهدف أليكساندر كيرياكو يعتمد كابيلو على مهارة الحارس إيغور أكينفياف ومستوى خط الوسط مع رومان شيروكوف وفيكتور بايزولين يملك لعب الوسط الدولي السابق سجلا خارقا كلاعب ومدرب أحرز لقب الدوري الإيطالي أربع مرات لاعبا وخمسا مدربا ودوري أبطال أوروبا مع ميلا عام 1994 أشرف لاعب روما ويوفنتوس وميلا السابق على الأندية ذاتها بعد اعتزاله كما قاد ريال مدريد إلى لقب الليجا مرتين في ولايتين واستقال من تدريب إنجلترا بسبب فضيحة طاولت المدافع جون تاري يعرف بصرامته وبفرض سلوكيات معينة على لاعبه وبجمعه لفنون جميلة تقدر بعشرة ملايين جنيه نسترلني انتزم ابن السابع والستين في يناير الماضي البقاء مع روسيا حتى مونديال 2018 التي تستضيفه على أرضها يعتبر كرياكوف من أخطر الهدفين في التاريخ الروسي الحديث السهل ابن الحديث وثلاثين مشواره الدولي في 2002 فكان ضمن تشكيلة المدرب أوليغ رومانت ساب في المونديال الأسيوي كذلك أخذ مهاجم زينت سام فيترزبيرغ كأس أوروبا 2004 و2012 فسجل 24 هدفا مع المنتخب الروسي انضم في 2006 إلى إشبيليا الإسباني بعد استبعاده عن تشكيلة زينت الأساسية من قبل المدرب ديك أدفوكات فساعد الفريق الأندلسي على حظ لقب كأس الاتحاد الأوروبي وكأس الملك وكأس السوبر الأوروبية برغم كونه احتياطيا انتقل بعدها إلى العاصمة مع دينامو موسكو قبل العودة إلى زينت ليكون الخيار الهجومي الأول في المنتخب انتقال دياغو كوستا إلى نادي تشيلسي بات مؤكدا بحسب الصحافة الإنجليزية والأقلام الإسبانية ذهبت إلى الكشف عن النتائج الطبية صحيفة ماركا كشفت عن اجتياز مهاجم أتليتيكو مادريدا الفخوص الطبية في العيادة الخاصة لتشيلسي أربعون مليون يورو قيمة صفقة انتقال اللعب البرازيلي الإسباني إلى البلوز من دون الكشف عن راتبه السنوي اهتمام النادي اللندني بلاعبي روخ بلانكوس لا يقتصر على كوستا فقط بل يتعداه إلى لاعبي الوسط تياغو وفليب بلويز أتليتيكو سيعود انتقال مهاجميه ديفيد فيا إلى نيويورك وكوستا لتشيلسي بالتوقيع مع روبرتو سولداد والوافد من طاطنام دائما بحسب اليومية المدريدية المعسكر التدريبي لمنتخب إسبانيا في الولايات المتحدة الأمريكية يكشف عن أسرار انتقال ساسك فابريغاس إلى الدوري الإنجليزي الممتاز المدافع جيرار بيكي اعترف لمدربه فيثنتي دلبوسكي بأن برشلونة وافق على بيع فابريغاس مقابل 33 مليون يورو الوجهة المقبلة لللاعب الوسط لم تكشف نهائيا لأن ثلاثة أندية إنجليزية ترغب في ضمه وهي منشستر يونيتد وتشيلسي وأرسنل بيكي عبر عن حزنه لمغادرة زميله وقال إن فابريغاس لا يلقى الاحترام الكافي مع النادي الكتالوني والآن جولة على أبرز ما ورد في الصحافة مع الزميل محمد جيرادي شكرا لك عبد الرحمن السلام عليكم مشاهدين هلالة الصحافة الجزائرية للفوز المقنع لمنتخب بلادهم على رومانيا وديا صحيفة الهداف نقلت عن المدرب وحيد هليل زيتش قولة لعبت أفضل مباراة لي منذ إشرافي على الخضر وتوقف البوسني عند الفرص الكثير المهدرة على غرار فرصتي سوداني وسليماني في الشوط الثاني وأكد أنها النقطة السوداء الوحيدة في المباراة بعد الأداء الرائع وأفردت الهداف أيضا إحدى صفحاتها لنجم المنتخب سيفيان في غولي لعبنا مباراة بشكل جيد أمام رومانيا ونريد دخول التاريخ في المونديال بهذه الحماسة توجه نجم فلانسيا إلى جمهوري فعالب الصحراء واعدا بتحقيق نتيجة مشرفة للكلة العربية عموما والجزائرية بشكل خاص أثنان الإشكال الكبير المرافق لزلسلة نهائية في بطولة كرة السلة ظل مثار جدلنا في الصحافة المحلية اجتماع ماراتوني للاتحاد من دون قرارات حاسمة مباراة الرياضي والحكم الخامسة إلى السبت مبدئيا تحت هذا العنوان في السفير كتب الزميل سليم عواضة كان الاتحاد أمام فرصة ليكشف فيها عن مصدقيته وشفافيته وقدرته على الخروج من الأزمات مرفوع الرأس إلا أن الاجتماع الممتد لست ساعات لم يعطي أي نتيجة سوى ابتكار خطوة استدعاء رئيسي الناديين لاتفاق معهما على تسوية ترضي طرفين استغرب الكاتب أيضا كيف أن الاتحاد وبعد الاجتماع الماراتوني قرر فقط تأجيل المباراة الخامسة إلى السبت من دون اتخاذ أي قرار حيال ما حصل أمس الأول إلى الصحافة الإسبانية واخترنا لكم وصية كشفها ميسي عن تيتو فيلانوفا قبل وفاته وفيها تيتو أقنع ليون المسي بالبقاء في برشلونة منذ دي بورتيفو كتبت في التسع عشر من نيسان أبريل الماضي أي قبل ستة أيام من وفاة فيلانوفا زار مسي مدربه المريض وعاده برفقة الحارس خسي مانويل بينتو فيلانوفا لم يكتفي بتوصية مسي بالاستمرار في البرشبل طلب من رئيس النادي خسي بارتوميو الاهتمام قدر المستطاع بالنجم الأرجنتوني وبعد حوالي الشهر تماما وقع مسي على عقده الجديد كهدية لروح فيلانوفا إلى الصحافة الإنجليزية وديلي ميرور ومع هذا الخبر الأخير التي ركزت على خبر تفشي فيديو يظهر فيها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في إحدى الصلاة الحديد وتداعيته وبحسب ميرور لا يزال أو لا تزال السلطات الأمنية تبحث عن مصدر ترويج الفيديو من فندق ماريوت في بولندا خلال جولته الأوروبية مع خبر صحيفة ميرور الإنجليزية نصل إلى ختم هذه الجولة الصحافية عود عليك مجددا عبد الرحمن شكرا لك محمد منذ 13 موسما التحم اسمه توني باركر مع سان انتونيو سبيرز فساهم النجم الفرنسي في التتويج بثلاثة ألقاب من مجموع أربعة لمحة عن مشاركة صانع الألعاب في النهائيات في التقرير التالي بالنسبة إلي كل نهائي مختلف عن الآخر وله نكهة خاصة هكذا يفتتح توني باركر حديثه حيال السلسلة النهائية بين فريقه سان انتونيو سبيرز وميامي هيت لا ينسى صانع الألعاب فضل زملائه في تحقيق الانجازات الأربعة التاريخية فيقول إن نهائي 2003 أمام نيو جورسي ناتس يطلق عليه لقب نهائي تيم بانكن نهائي عام 2005 ربطه بتألق منوج نوبيدي وفي عام 2007 يعود الفضل إليه كما قال قائد منتخب فرنسا صعد السلم تدريجيا إلى حين مواجهته وجها لوجه صانع ألعاب ناتس جيسون كيد قبل 11 عاما في تلك السلسلة النهائية كتبت الصحافة الولد يواجه كيد رد باركر على التعليقات في الملعب وتحديدا في المباراة الثالثة حين سجل 26 نقطة وأضاف 6 تمريرات حاسمة في عام 2005 تكرر السيناريو نفسه لكن هذه المرة أصبح باركر أصغر لاعب يحرز لقبي الانبيئي بعد ماجيك جونسون وكوبي براين الفرحة تكللت عام 2007 فالتتويج الثالث حمل معه لقب فردي للفرنسي وهو أفضل لاعب في النهائي بمعدل 24 نقطة الهزيمة أمام ميامي هيت العام الماضي لم ينسها توني باركر حتى الآن وهو على جاهزية تامة لرد الاعتبار هذا الموسم في سلسلة قد تحتاج إلى سبع مباريات كما في الموسم الماضي ومع توني باركر نصل إلى ختمة النشرة الرياضية المفصلة قدمناها لكم من الميادين لمزيد من أخبار الرياضة الميادين دوت نات السلام عليكم اشتركوا في القناة